بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثامن من الفصل الثالث لمقرر النظم بالمعالج قد دقائق في الجزء ده جماعة هنتكلم عن الاكسور اوبريشنز إزاي بنستخدمها وكمان إن شاء الله هناخد مثال عن الاند اوبريشنز شوف مع بعض امتى جماعة نستخدم الاكسور انستركشن؟ أمر الاكسور ده نستخدمه امتى؟ بقولك بتستخدمه لما يكون عندك عدد من البيتس ولا يكون عندك البيتس اللي قدامك دي شايفة؟ أيوة معي؟ اه إن بايناري يعني الاكس دي ممكن تكون أي واحدة فيه ممكن تكون صفر أو واحد مش كده؟ اه بقولك لو في بعض الأحيان محتاج إنك أنت تإنفرت أو تعكس قيمة بيت فيهم وتحافظ على قيمة أخرى يبقى أنت هتستخدم الاكسور طبعا إنتم تعرفين معدد الاكسور نقولها تاني A أكسور B equal A B complement orange مع A complement B مش كده جماعة؟ اه دلوقتي بقولك إيه؟ بقولك لو أنت عملت أي بت زي ما أنت شايف كده اللي هي الاكس أكسور مع الواحد تحصل على الاكس وكمبليمينت معكوسها لو أنت طبعت في القاعدة اللي احنا قدامك دي هتلاقيها مظبوط القاعدة النواق Auxure 1 مع أي بت بإيه؟ بمعكوس البت دي طب Auxure مع 0 ها بتحافظ على نفسه قيمة البت اللي هي الاكس يعني X Auxure 0 بإكس وX Auxure 1 بX complement إذن في الحالة دي ممكن أستخدم الاكسور علشان أعمل إيه؟ أعكس أعمل inversion انفيرت المين لسبيستيفيك بد ويحافظ على بيته أخرى عن طريق الصور مع صور وحيد طيب ناخد مثال بقى على الاند إمتى استخدم الاند؟ إحنا خدناها قبل كده إحنا قلنا أند أي حاجة مع الواحد بتحافظ على نفس الحاجة دي مش كده؟ طيب واند مع زيرو ها لا بتخليها زيرو صح؟ طيب إحنا نشوف دلوقتي مثال تطبيق أبليكيشن تطبيق صغير خالص إمتى المعالج الميكروستوسر محتاج أمر الاند؟ طيب لنفرض أنه عندنا لترز أنتو عارفين أن لترز عندنا فيه small وفيه كابتل يعني ده small لترز أقدامك أول a small b small c small y small z small وفيه كابتل لترز a capital b capital c capital وهكذا أنتو عارفين طبعا الـ small لتر لهو ask code وإيه؟ والكابتل لهو ask code تاني مش كده؟ إحنا عايزين كده نقرر مع بعض الـ ask code بتاع الـ small لتر اللي أنت شايفوا ده وليه كل مثلا للاي small بالـ ask code لمين؟ ها؟ ليه الكابتل؟ ليه كابتل؟ عايزين بس نقررن الـ 2 دول مع بعض حد ملاحظ حاجة جماعة في المقارنة اللي وإحنا قررنا الـ 2 ask code مع بعض حد ملاحظ حاجة؟ ها ملاحظين إيه اللي إحنا ملاحظينه؟ إن الـ bit's كلها متشابهة فما عدا الـ bit's رقم ها؟ 3 من إيه؟ من الشمال اللي أنت شايفها ليه دي؟ ها في الـ small liter الـ bit's ليه ايه؟ ها؟ 0 دي؟ ها في الـ small liter يا جماعة الـ bit دي بواحد إزا ما إحنا متفقين طيب في الـ capital لا الـ bit دي بكام ها؟ بصفر زي ما أنت شايف إذن الاختلاف الوحيد في الـ bit الثالثة من ناحية الشمال اللي إحنا شايفينها مش كده؟ آه يبقى إذن ده الاختلاف الوحيد ما بينهم طيب نبص على الـ small نبص بيه على الـ small ده 1 إيه شايفها؟ وهنا كام ها؟ وهنا 0 آه ده الاختلاف الوحيد إذن أنا ممكن أعمل switching وانتقل ما بين الـ capital وبين الـ small عن طريق إن إحنا نغير في كام بت في بت واحدة بس يعني لو عملت end للـ 1 دي مع الصفر هحصل على وطول على الـ asking ولو عملت end هنا ورد مع الصفر هحصل على وطول على الـ ask بتاع الكابتل وهكذا إذن يا جماعة إحنا متفقين دلوقتي أن الـ ask small هو ask الـ capital باختلاف بت واحدة طبعا ممكن هتحكم في الـ bit دي ممكن هتحكم فيها إزاي؟ بـ end أعمل عملية ending ending بـ 0 مع الـ bit اللي هي الـ small أحاول الـ capital وهكذا عملية switching مش كده؟ هنا عشان كده أقولك إيه؟ it is done using end instruction باستخدام end instruction ممكن أعمل الحكاية دي بـ mask اللي هو مين بقى؟ 1-1-1-1-1 ويجي للـ bit اللي أنت عاستغرر حطها بكام بـ 0 ودي 1-1 عشان أخد الـ capital يبقى كده تطبيق إزاي باستخدم end instruction عشان أحاول من small لـ capital letters السلام عليكم ورحمة الله وبركاته